كده الخطأ ثابت والعقوبة والعقوبة تفصيل كيف صدرت هذه العقوبة التفصيل على خطأ ثابت هي دي القضية وهي دي المشكلة هنفكركم بمنهجنا الثابت قليل من احترام المنطق والعقل شي كبالة لعب مهم جدا لعب كويس بس مين قال ان احنا لما نتكلم على تطبيق لوائح هدفنا ابعاد لعب او اخصاء اخر مين قال كده بالمناسبة شي كبالة هو لعب موهوب موهوب فازة كمان بس الليلته ربما يغيب عليكم انه في 18 مباراة للاهلي مع الزمالك في وجود شي كبالة الاهلي كسب 10 مرات الزمالك مكسبش الاهلي ومعه شي كبالة الا 3 مرات ولا يكسب 10 مرات وتعادلوا خمسة يعني القعدة دايما او شبه القعدة في وجود شي كبالة مع الزمالك الاهلي بيكسب فاحنا لما بنتكلم المسألة لا تخص لاعب ولا يمكن يكون التفكير في ابعاد لاعب او اقصاء اخر ولا يكون التفكير في افساد فرحة ده احنا لو كان في وقت هنرجع لكم اللي فات لما قلنا مبروك للزمالك استحق الفوز بهذه المباراة قد مباراة كويسة جدا امبرامز ما كانش في المستوى اللي على الندية اللي كانت طبيعية عليه ده اللي احنا قلناه